بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أيها الإخوة لا زال حديثنا عن مراقبة الله عز وجل وفي رقائنا الأخير كنا بدأنا فرح الحديث القدسي كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه رواه البخاري وقلنا إن العطية بقدر معطيها العطية بقدر معطيها والمعطي هنا هو الله عز وجل ولهذا كان أجل الصائم عظيما كثيرا بلا حساب والصيام في حقيقته صبر على طاعة الله وصبر على محارم الله وصبر على أقدار الله من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس وقد اجتمعت في الصوم أنواع الصبر الثلاثة وتحقق في الصوم أن يكون الصائم من الصابرين وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ونتذكر كذلك أن الصوم عبادة ترتبط ارتباطا تاما بحقيقة المراقبة وهي موضوع دروسنا حقيقة المراقبة الذاتية من الصائم الله تعالى كما ترتبط لحقيقة الجزام الباطن بأوام الله سبحانه ومن ثم يتحقق فيها تجديد الإيمان بالغيب وتجديد وإمعان التأمل فيه من خلال اعتقاد التام لصائم بمراقبة الله تعالى له وإثابته على تلك العبادة تلك العبادة التي يرتبط أداؤها بالإخلاص والصدق والأمانة كشروط أساسية لقبول هذه العبادة التي هي بالأساس سر بين العبد وربه إذن على ذلك تنشيط حالة مراقبة الله والاعتقاد الوجدان الجازم بالطلاع الله على فعل العبد للصوم كما يحقق الصوم كما يحقق الصوم فضيلة العفة فشط الحديث يدعو شهوته وطعامه من أجيب فالله تعالى يباهي بالصائم الذي يترك الحلال ويمتثل الغيب في هذا الترك فالأولى بل الواجب على الإنسان الذي ترك الحلال في الصوم أن يترك الحرام في الصوم وغيره لأن الامتناع في السرع الحلال من منطلق الإيمان بالغيب ومن منطلق مراقبة الله ثم استحضار مراقبة الله تعالى يكون تربية وبناء ودافع لامتناع الحرام في السرع العنان وعندما نتأمل وعندما نتأمل وننظر في علاقة التربية بالصوم نجد نجد أن الصوم يأتي مهذبا لنشاط الجسد ونشاط غرائزه الجنسية وهنا وهنا نجد نداء النبي صلى الله عليه وسلم للشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية كما نجد الحرافات التي يمكن أن تحدث بسبب نشاط غرائز الشباب كما نجد الحرافات التي يمكن أن تحدث بسبب نشاط الغرائز عند الشباب وعدم القطرة للزواج يمكن أن تواجه بالصوم الذي يرتبط بتحقيق غاية التقوى والتي يقوم فيها المؤمن باستحضار معية الله في نظراته وسكناته وحركاته فتقل الإثارة والرهبة كما أن الصوم يوجه نشاط الإنسان الصائم إلى غير معصية الله في ساعة الصوم التي ترتبط بها يا جاني حواس الإنسان وحركته كما أن الصوم يوفر الإنسان مقومات لفعل التزكية والمراقبة بالغيب الله تعالى واستحضار خوف ومحبة الله تعالى في جميع الأفعال والحركات فتظل نفس الإنسان المؤمن متعلقة بطلب الكمال في القرب من الله تعالى وتسعى إلى التطهر الذي يمكنها من تحقيق غاية القرب في أكمل صورها وأجمل معانيها وللحديث بقية إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة